عفر بلاتو ضيفي الكريم سيد إدريس ساسي خبير في المطابقة البنكية والمالية أهلا بك سيد مصار خير شكرا على الاستضافة في بداية الأمر يوم أمس رئيس الجمهورية قد أشرف على لجنة العليا لمراقبة التصاريح الجمهورية والعمليات التجارية اليوم نتحدث عن مسيرة رئيس الجمهورية منذ توليها سدة الحكم عديد الهيئات واللجان من شأنها إعطاء خطوة جديدة لإقلاع الاقتصادي الرقابة وغيرها من المعطيات هذه اللجنة العليا لمراقبة التصاريح الجمهورية والعملية التجارية من شأنها إعطاء دفع قوي من أجل الرقابة كيف يمكن أن نوفق بين هذه اللجان بداية وهذه اللجنة بالذات ما هي المهامها؟ نظن أن العمل في إطار اللجان وهيئات التي تكون عندها ديمومة يعني ما هيش تابع الهيئات الإكزيكوتيف يعني هي اللجان التي ستكون اليوم و ستبقى هذا رح يخلق لنا استدامة في ميدان المعلومات المعلومات في كل مجالات الفلاحية المالية إلى آخره هذا هو طريقة عامل الدول الكبرى الدول الكبرى تمشي بالإزاجونس يعني بالليجان لعندها ديمومة لأنه غدا لما مسؤول ما يأخذ مسؤولية في مجال ما يكون عنده إطار معلوماتي يكون عنده ناس ما زالها يعني عندها التاريخ العمل في هذا القطاع نظن أنها لجان استشارية يعني يكون عندها تفتح أكثر بالنسبة للمحيط ديالها اللي هو المتعاملين، الخبراء وحتى أنها تمشي للخارج لأنه اليوم تكلموا عن تصدير، لجنة تصدير مليحة أنها تسمع الإنشغالات يعني المعنيين تروح تسائل الإدارات المعنية منها البنوك، الضرائب إلى آخرها، الجمارك ولكن في نفس الوقت تعمل على إنشاء إطار لتروح تبحث على لأنها تروح تتفاعل مع أطر أخرى في المجال الإقليمي والدولي ليقدر يوجه المتعاملين وحتى الإدارات لأنه اليوم البلاد رحبة تكون منصة للتصدير والتصنيع إلى آخره فهذا إطار يعني مليح جميل، هذا بالنسبة لكثرة اللجان والهيئات والتنسيق فيما بينها اليوم لما نتحدث على اللجنة العلية لمراقبة التصاريح الجمهورية والعمريات التجارية ربما أهم نقطة فيها هي الحد من تهريب العملة التي شاهدناها مؤخرا ورئيس الجمهورية يولي أهمية قصوى لهذا الجانب هذا لازم لأنه بلاد كيمال جزائر اللي يحط نفسه اليوم أنه يكون قبلة للاستثمار لازم يكون يبين للشركاء أنه يعمل في إطار مطابق يعني مطابق للقوانين مطابق للأخلاقيات إلى آخره ويسمح أنه تكون تنافسية في شفافية فإطار كما هذا يسمح أنه تكون المعلومات يسمح أنه يكون تنسيق دوليا يكون إطار لكي يكون هذا التنسيق الدولي والشفافية ولكن ممكن يفتح مجالات أخرى أيضا واللي هي اليوم نقوله أنه نمشي للتصدير التصدير والبلاد راح تحط نفسها أنها راح تكون يعني قاعدة إطار يعني بلاتفورم هب للتصدير في المجال الإقليمي لازم كل المجالات اللي يتماشاوا مع هذه الرغبة هذه لازم تكون تتماشا مع العملية هذه اللي فيها السرعة اللي فيها كومبليكيشنز إلى آخره فالجمارك مهمة نتمنى أنه هيئة كما هذه غدا راح تقول إحنا في الجزائر عندنا راح نصنعوا هذه المواد مثلا ولا راح نستوردوا هذه المواد اللي داخلين في الأمن الغذائي ديالنا الحليب ولا حاجة أخرى فهذه المواد هذو راح نحيي لهم إطار قانوني خاص لينقص من الكلفة ليكمل في السرعة اللي راح يخلق لأمن لأنه أمن غذائي ليا ولكن أمن التجارة ديالي وحتى المتعامل غدوة كي يجي يلقى إطار واضح للتعامل دياله لأنه الناس اللي راح تعمل الجزائر تصبح هب يعني للتصدير إلى آخره لازم كون الأطر تكون شفافة وواضحة حتى يكون عندنا خصوصياتنا هذا مش مشكل هو النهار خرج قانون الاستثمار مثلا طول باش خرج ولكن خرج لأنه كانت فيه النية أنه يقعد عشر سنين للقدام فنهار نمشي وحنا في قانون كما هذا ونعملوا لجنة كما هذه لازم العمل ديالها يكون عنده هذا الماينست يعني الخلفية اللي هو الوضوح والديمومة في العمل هذا والتسهيل والتسهيل لأنه راح نشوفه الفورص ولكن راح نسيره مخاطر لأنه الأمن الغذائي إلى آخره وراء هذا الأخر هذا فالمجال آخر ليه هو يعني محاربة الفساد هذا شيء واضح الجزائر عندها يعني معاهدات تبادل معلومات إلى آخره فكي يكون إطار منظم لهذا التعامل هذا هذا راح يساعد أنه يقلل من يعني من هذا المخاطر اللي هي تهديد الاقتصاد الوطني والمجتمع طيب لما نفتح هذا القوص خاصة فيما يتعلق بالحد من تهريب العملة نظام الجملكة وغيرها دائما ما نتحدث عن هذه المناطق الحرة تبادل التجاري ونتحدث على البنوك اليوم إشكالية الجزائر هي إشكالية بنوك إشكالية سلاسة في التعامل عبر البنوك اليوم كم يتطلب من الوقت من أجل القضاء على هذه الإشكالية واستقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين داخل جزائر أو حتى عبر المناطق الحرة إحنا عندنا تاريخ بالنسبة للبنوكنا كانت عندنا إيديولوجيا يعني باش الناس تفهم برك سريعا عندنا بنوكنا عندها خصوصيتها لأننا كنا اقتصاد يعني اشتراكي إلى آخره لهذا فالبنوكنا ما تمشيتش مع التجارة العالمية إلى آخره هذا مش يعني أنه بونوكنا ما هيش مؤهلة بونوكنا مؤهلة وفيها الكفاءات إلى آخره ولكن اليوم عندنا أمبيسيون يعني حابين نمشي للخارج حابين نعملوا أشياء إلى آخره أنا نظن أنه الإصلاحات اللي لازم تكون في المجال المالي والبنكي في الجزائر رح تاخذ وقت لأنها إصلاحات جذرية فيها تداعيات كثيرة يجي الوقت وين رح نمشيوا فيها أنا اقتراحي أنه حتى البنوك والمؤسسات المالية ندخلوهم في المناطق الحرة يعني نكون عندنا بونوك ومؤسسات مالية أوفشور علىه لأن المنطقة الحرة رح تمد استقلالية أكثر للبنك حتى يكون يتعامل بطريقة بسرعة وبتنافسية في التجارة الخارجية أنا نتكلم عن البنوك والمؤسسات المالية ونتكلم حتى عن المؤسسات اللي تعمل التصدير والاستيراد الشركة اللي رح تعمل غدوة القاعدة ديالها لوجستية في الجزائر لازم تكون أوفشور حتى تكون تستقبل الدفع وتدفع لآخره ولما نقول لنا الأوفشور يعني مناطق الحرة مش مع انتها مكنش مراقبة عندها قواعدها عندها خصوصيتها عندها أنه ما يدفعش هذه ولكن يدفعش أشياء أخرى إلى آخره فالمجال البنوك اليوم باش يكون بنجاعة باش يكونوا يمشيوا مع المتعاملين جزائرين اللي حابين يمشوا للخارج ولا حتى المتعاملين اللي يجيوا من الخارج للجزائر نظن أنه الطريقة السريعة هي أنه يكون عندنا بنوك أوفشور في الجزائر العاصمة اللي تتماشى مع التجارة الخارجية وتكون متنفسية إلى آخره وفي مجال التأمين أيضا شيء مهم نظن أنه لازم يكون لأنه إحنا كنمشيوا القانون يعني الإجراءات القانون العام واضح فالقانون الاستثمار جاء أطر الأشياء كان فيه اتصال داخلي اتصال خارجي للشركاء الخارجيين اللي راهم يراقبوا يعني في تطور هذا الحاصل تعالجزائر اللي هو يعني تطور تاريخي يعني في البنية التحتية القانونية إلى آخره كنشوف الإجراءات مثلا لازم الإجراءات البنك الجزائر مثلا لازم تعاود تتماشى مع هذ يعني الامبيسيون هذي اللي عندنا إنه نمشو الخارج ونطوره نعطيك مثال مصدر يدفع لمستورد دفع سلعة للخارج ليش رعليه ما دفعش الفاتورة يصبح متابع قضائيا المصدر الجزائري يصبح متابع قضائيا وممكن يعني مبلغ صغير يعني لكنا نشوف مقارنة بلاسيز فينانسيار اللي عنده فهذا مشكل أنا في التعامل التجاري الدولي كنت أنا شخصيا يعني بين قوصين مسؤول إقليمي في بنوك إلى آخر في الشمال إفريقيا فعموما إحنا عندنا فكرة أن المصدر عنده موضوع موضوع ليس موضوع ما يعني موضوع موضوع معنى أنه يعطي الدليل أن نخذ إحتياته الدليل هو التأمين أنا نبعث سلعة نأخذ تأمين نأخذ تأمين غدوة مدفع ليش فأنا خطيت إحتياته وأنا هو الضحية في هذه الحكاية فهو يصبح متابع قضائيا فلازم هذه الإجراءات هذه لازم نعود نراجعهم والإجراءات هذه التقنية باش نكونوا صح متنافسين في الأسواق الخارجية لا يجب يكون فيها ارتجالية لأن غدا كي نقول هذا سيد هذا لازم يدفع تأمين معنى السلعة تصبح أغلى فكل إجراء نأخذ لازم نوزنوه في المجال هذا لا يوجد ارتجالية كل شيء مدرس كل شيء يجب يدخل في الميزان إلى آخره فبعقلانية كي نطرق تقنيات غدا تصبح البنوك تيالنا أوفشور تقدر تتكلم للخارج بحرية المتعاملين يجيوا الجزائر لازم نعرف أنهم يجيبوا الأموال يستثمروها يجيبوها من التمويل الخارجي فكي نبعض القطاعات الاستراتيجية للجزائر لازم نسمح لهم أنهم يحصلوا على ضمانات خارجية اللي هو اليوم ممنوع ويحصلوا على تمويل خارجي مؤطر اللي هو في إطار يعني الاستثمار إلى آخره فباش نمدوا قدرة وقوة للمتعامل الجزائري شفنا المثال الصيني كيف القطاع العام يتماشى مع القطاع الخاص بقوة وبتوازن لازم نخذه كعبرة بالنسبة لنا القطاع الخاص عنده المغامرة عنده التفكير المسبق والقطاع العام عنده القدرة والقوة والنوها فالاثنين لازم يتماشون على بعضهم ونسمحوا لهم ونمدوا لهم القوة باش يمشوا للخارج في هذه النقطة بالذات حتى نمر إلى نقاط أخرى فيما يتعلق بالمجلس الوطني الاستشار لترقيات الصادرات وما سينجمع عن قرارات وغيرها حتى تحسين مردودية القطاع التجاري لأنه كل شيء متعلق بالتجارة اليوم نقطة مهمة تحدث على الاستثمار بعد صدور قانون الاستثمار ونصوص التطبيقية لقانون الاستثمار شاهدنا دائما شحف الاستثمارات الأجنبية في الجزائر إلى ما راجع هل هو مشكلة بنوك مشكلة منصات مشكلة نية يعني ضبابية في هذا الجانب أنا يعني أنا نعطيك معلومة ما نعطيك رأي أنا ما نشاطرك أنا نظن أنه كان ديناميكية حقيقية تعم مستثمرين كبار حبين يجيو الجزائر قلت حبين يعني ماش موجودين لا جاوا الجزائر طيب وماشيين يمشوا في مشاريع جاي كان الإطار قلت لك البنية القانوني كان إصلاحات قانونية تاريخيا دارو اللي هو مثلا إصلاح ماهوش سهل لراهي يندار اليوم كان إصلاحات جذرية يندارت فهما طبقا لهذا جو وشي جي من بعد المراسيم التنفيذية ممكن المراسيم التنفيذية هذه تأخذ وقت فالناس تنتظر المراسيم التنفيذية عندنا قانونين مهمين قانون الاستثمار وعندنا قانون تعلبونوك فيه بعض ضبابية في بعض النقاط ولكن عموما هو يخدم لأنه في المجال الجيوستراتيجي الجزائر اليوم صبحت نسموها بوابة إفريقيا ولكن هي أيضا بوابة أوروبا تقدر تصبح بلاتفورم نحن في الماضي كنا نعرف ونحن في العامل ديالنا أنه لوجيستيك بلاتفورم بتاع أفريقيا جاي في بريكسل وكنا كلنا عالمين أنه الإخصائيين يظنوا أنها لازمها تكون في طامنا فاليوم المجال اللوجيستي مثلا نعطيك مثال لدينا الميناء لدينا الطرق سيكاك الحديدية نقدر من رأس تصبح هب تقدر تصبح وهذا هو دور ديالها رح يكون هذا ولكن نذهب نرى خرجنا خرجنا نابل دوفر يعني أنكايت شارج في مجال الطيران نعطيك سريعا في الكوفيد للشركات البحرية الكبرى كامل يمشون لشركات الطيران استثمروا في الطيران سيانما ميرسك إلى آخره لماذا؟ لأنه شافوا نجاعة الطيران إلى آخره في المجال اللوجيستي خرج دفتر شروط في الجزائر لعمل التعليه من المؤسسة الوطنية الطيران مع تاسيلي بدون أن تشارك المتفاعلين متعاملين ف أغلق ما تفاعلوش معه المستثمرين كانوا مستثمرين وجدين أنهم يستثمروا في مجال اللوجيستي في الجزائر في الطيران بكل المواصفات لازمة لأنه على بلهم أن الجزائر هي رح تكون بلاتفورم لوجيستي في المستقبل ف هذا الإطار هذا لإخذاء سنوات باش ندار ما تفاعلوش معه ف لجان كما هذا أنا نمد رأي نقول أنهم عليهم أنهم يتفاعلوا مع المتعامل الاقتصاديين يمشون للخارج يشوفو شكاين إلى آخره نحن نمشي في براغماتية لازم فاعلية لأنه تدير شرايان تعطريك من ميناء إلى بلاتفورم وتعمل طائرات غدوة يكون لك مدن جديدة يكون لك مناطق صناعية إلى آخره فهذا هو العمل اللوجيستي كنا بلاد كبيرة لازم لنا لوجيستية ومثال أخرى أيضا صارت تعطيل في التطبيق وفي القوانين التطبيقية جايب جلب تنفيذي دائما ما يبقى أن بكم متابعين الأكارم من جديد متواصلون معكم في هذا الملف لنقاش في موعدنا الإخباري رئيس الجمهورية وحسب شريط الهام الظهر أسفل الشاشة يترأس مراصم تنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات دائما في هذا فحو هذا النقاش اللجان والهيئات خدمة للاقتصاد والتسهيل بطبيعة الحال لعمل المستثمرين هنا في الجزائر نمر إلى نقطة أخرى لضبط الواردات والزيادة في الانتاج المحلي اليوم رهان الحكومة لإقلاع الاقتصادي شاهدنا يوم أول أمس الوزير الأول نصب المجلس الوطني الاستشاري ترقية الصادرات رئيس الجمهورية الآن ينصب المجلس الأعلى لضبط الواردات يعني كل هذه الحركية في الجانب الاقتصادي من شأنها إعطات نقلة نوعية في النمو الاقتصادي الجزائري طيب سأعود لك سيدي الفاضل هذه الصور لرئيس الجمهورية الذي يترأس مراسم تنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات ذلك بحضور بطبيعة الحال مسؤولين وإطارات في المجلس التنفيذية من وزراء وإطارات سامية طيب عود لك سيد إيديرت ساسي اليوم لتحسين مرضودية القطاع تحدث على قطاع التجاري خبراي يؤكدون على سياسة تجارية واضحة المعالم وكأنه السياسة تجارية اليوم الموجودة في الجزائر حقيقة هي تعطي بأكلها نرى أنه صادرات خارج المحروقات تعاتب 13 مليار درار كل هذا لكن الخبراء يقولون بأنه هي ظرفية وليست نصح تعبير استراتيجية بعيدة المدى أي ستبقى هذه الصادرات خارج المحروقات تسير بهذه الوتيرة حتى نصل إلى مستويات قياسية من الصادرات في نظرك لماذا أنا أنا وش نقدر نقول لك أنه لما نمشون نمشون مقارنة لأنه في المجال الاقتصادي عموما كاين فيه تجارب فاتت فلما نمشون نقارن نلقى أنه كاين فيه سياسات عمومية كي يعني تبدأ الديناميكية ما عدنا هي تحديد يعني الاستيراد هذه سياسة ولكن سياسة كونجنكتورال يعني ما يش دائموما لأنها لازم نبني لها للمرحلة أخرى لأنها ما رحش الدوم عدنا سياسة المناطق الحرة مناطق الحرة رح تجلب لك أشياء إلى آخره ولكن عندها وقتها وقتها وتمشي المرحلة أخرى أيضا إلى آخره فالمرحلة إحنا اللي مشينا فيها اللي هي كانت توقيف يعني دراستيكي يعني الاستيراد هي مرحلة مرحلة كانت لازمة في هذا الوقت لأنه كان فيه تبذير إلى آخره اليوم علينا نظن أنه نمشو المرحلة اللي هي ندعمه باش يكون إنتاج وطني و باش يكون أيضا لأنه الجزائر سوق كبيرة لازم لنا إنتاج وطني لازم لنا يعني في مجال دواء الغذاء إلى آخره لازم المواطن يلقى وش يشري ثاني ونمشيو أيضا للتصدير أوكي التصدير حتى كان نربحه عملة صعبة إلى آخره ولكن في الميدان هذا في كل المجالات لازم تكون عقلانية في التسهير اللي هي كل البلدان في العالم يصدروا ويستوردوا احنا وش يكون بالنسبة لنا وش لازم لازم يكون فيه توازن في التصدير وفي الاستيراد المستورد ما هوش يعني منحرف بين قوسين المستورد هو رجل الأعمال يقدر اليوم يوفر لك مادة اللي ما كانش في بلادك وبأسعار مليحة لأنه ممكن اليوم تغلق على مادة ما تروح تشريها شهرين من بعد بأسعار خيالية لأنه هذا يعني سيتمتية داكور تريدينج هذا إلى آخره فلازم تكون عقلانية لازم تكون فيه توازن عندنا مجالات اللي هي حيوية بالنسبة لنا اللي نقدروا نقولوا أنه هذي نصنعوها هنا ممكن نحددوها يعني متكونش ارتجالية خاصة في الأمن الغذائي الأمن الحيوي والدواء إلى آخره بعقلانية أن نمشي والتوازن أكثر في هذا الإطار هذا ف عقلية تسيير المخاطر عقلية الذكاء الاقتصادي لازم تكون لأن الذكاء الاقتصادي ونظرة شاملة في الميدان تعل الاستثمار وميدان تجارة الدولية إلى آخره والاستثمار العمومي خاصة لازم تكون لأنه كي نمشيوا للخارج نشوفوا الفرص ولكن لازم أيضا نشوفوا المخاطر لأن اليوم أنا عندي صندوق سيادي نروح نشري شاركة ما لكن ما عنديش نظرة على المخاطر لكين الثم ما عنديش يعني نظرة تصور تصور في هذا المجال رح نمشي الخسارة فنمشي نشوف الفرص نكون يعني في الوقت يعني ونمشي أيضا نشوف المخاطر ونمشي ونخدم بنظرة أن ننشأ توازن بين الاستيراد والتصدير طيب الجانب اليوم ضبط الواردات والزيادة في الإنتاج رهان اليوم الحكومة لإقلاع اقتصادي بطبيعة الحال بإنشاء هذه هي اللجان على سبيل المثال اللي تحدثنا عليها تنصيب المجلس الوطني الاستيشالي ترقيات الصادرات أمر جد مهم أنه نتوجه لهذا الجانب أنه اليوم نكون عندنا صادرات كاستراتيجية وليس كذرفية فقط لأنه مثلا عندنا فائل في إنتاج ما نصدره وفقط لكن السؤال المطروح اليوم الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة اليوم من أجل ضبط الواردات وتشجيع الصادرات هل هي ناجعة أم هي ذرفية وفقط لا ما نظن أنها ذرفية الجزائر بلد هو بطبيعته لازم احنا بكنا بلد فلاحي وصناعي صحيح كنا نصدره صحيح نعم فيها يعني فالجزائر رح ترجع لهذا المجال بطريقة طبيعية وحنا رأينا في منطقة استراتيجية ما نقدرش يكون عندنا شراكاء مثل بلدان البريكس بدون أن نستفاد احنا أننا نكون واجهة للاستثمار وللتصدير لأن الجزائر كانت جسر بين في كل يعني كانت جسر نعطيك مثال في السبعينات أممنا محروقاتنا كنا مثل البلدان تعال الإفريقية اليوم نقدر نمشوف التنمية المستدامة واستعمال طاقة المستدامة نقدر نكونه مثل عدنا بلدان ليجاورونا ليعطيطوا لهم البنوك الدولية تمويلات حتى يعملوا سياسات عمومية في الطاقة المستدامة احنا رأنا ننشؤ مجالات في الاستثمار في الطاقة المستدامة يعني احنا طبيعيا جسر بين المتعاملين التجاريين اللي هما اليوم الصين والبلدان تعالبريكس وإفريقيا ما رح إلا تمشي بطريقة دائمة وديموما والجزائري تاجر بطبيعه يمشي ويجيبها ويبيحها إلى آخره فيه تصرفات غير أخلاقية شفناها في بعض المواقف ولكن هذه تتصفها بالوقت كلمت على نقطة آخيرة وهو الوقت عمل الوقت اليوم هل هو في صالح الجزائر أم لا لأنه اليوم كبرى المتعاملين الاقتصاديين في الخارج يتحدثون على نقطة ما يتعلق بالوقت وشاهدنا أن المستثمرين لما يرجعون إلى هذا البلد من أجل استثمار فيه يأخذ منهم وقت كبير من أجل تطبيق استثماراتهم على أرض الواقع هل الوقت اليوم في صالح الجزائر في صالح الجزائر نقول لك لا الجزائر اليوم عملنا إصلاحات جذرية مليحة ولكن لازم نجاعة في الاستثمار شفنا كلنا أنه المشكلة تاعد الجزائر ما هوش الدراها ما هوش المال لأنه نمشيو برنامج استثمار بالمليارات ولكن كي خلاص العام نلقى ورحنا استثمارنا 30% من هذه أرقام تاعد الوزير الأول 30% من البرنامج ففيه مشكلة في نجاعة تطبيق البرامج قلت لك لازم يكون فيه إيطار إيطار اليوم مجال الاستثمار هو مجال يتحدث عليه رئيس الجمهورية يتحدث عليه كثير من الوزراء مما كانش محسوبية لقطاع ما لهو مسؤول على الاستثمار مسؤول يكون عنده نظرة شاملة يعمل برندينج تاع البلاد في الخارج يمد المعلومات يمد النظرات على الفرص والمخاطر يمشي ويدير تنسيق بين العمومي والخاص إلى آخره يمد ديناميكية وتكون محسوبية فهذا الإيطار هذا ما كانش اليوم رح كان في المجال لجاني لآخره ولكن اللجان ما هي إلا استشارية ورح تمد صدى ما رحش تطبق مجاني بالتنفيذي مجاني بالتنفيذي ففيه إيطار نظن أنه لازم يكون هذا الإيطار في المستقبل لأنه مهم حتى أنه يتصل ويقول وش كان وش ما كانش باش للآخر أنا في عملي اليومي أنا نمشي مع المستثمرين كبار ننسي نجيبوهم يعني نستقطبوهم للجزائر المستثمر الكبير ما عندهش مشكل مع الوقت المستثمر الكبير عنده مشكلة نظرة أنا تقول له هذا الشيء هذا نعطيه لك في عامين أوكي رح يعمل البيزنس كيز دياله على وش رك تهدر ففهمتني فما عنده مش مشكلة لأن الجزائر عندها قواعد خاصة بها ولكن لازم تكون قواعد واضحة وشفافية شفافية شفنا أنه الإيطار ذوك صبح شفاف لأنه منصات إلكترونية هذا شيء يعني تاريخي وإيجابي نتمنى تكمل بهذه الطريقة نتمنى يعني القوانين التطبيقية تخرج بسرعة وتخرج توافق نظرة رئيس الجمهورية والقانون لخرجوا المشرع لأنه يحدث أنه في بعض الأحيان يكون قانون يعني فيه أمل كبير وكي خرج نصوص تطبيقية نصوص تطبيقية تعاود تغلق عليه ففيه ديناميكية تاريخية راح المستثمرين يجيوا لتزايروا راهم جايين راهم يجيوا فوش يكون من بعد لازم يكون عقلاني مؤطر ما يكونش ارتجالي وبوضوح هذا هو شكرا جزيلا لك سيد إيدير ساسي غابير في المطابقات البنكية والمالية كنت ضيفيا اليوم في هذا الملف جزيلا شكر لك شكرا